يعتبر كثر أن الألعاب الإلكترونية مضيعة للوقت لكن الأردن يولي أهمية كبيرة لهذه الصناعة ويراهن على شبابه للاستحواذ على نسبة واعدة من هذه السوق العالمية المربحة في مختبر الألعاب الأردني في مجمع الملك حسين للألعاب غرب عمان يجلس ناصر الكسابرة خلف جهاز كمبيوتر في قاعة مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية منهمكا بتطوير لعبة فيديو يعمل عليها منذ أشهر الجيمينغ لاب دعمنا كثير من ناحية كيف نعمل ألعاب وكيف نرفعها وكيف نعتمد على حالنا بمجال ألعاب كان فيه شباب هون هم اللي بيعلموا أي حدا بيجي جديد على اللاب اللاب بيطلع زي نحكي أجيال بيجوا شباب بيتدربوا بتعلموا وبصيروا يدربوا الناس الموجودين هون ويقدم المختبر الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أيار مايو عام 2011 ويحظى بدعم مالي من صندوق الملك عبدالله للتنمية دورات تعليمية مجانية حول كيفية صناعة وإنتاج وتطوير وتصميم وتسويق الألعاب الإلكترونية للشبان والشبات فوق سن التسعة أعوام في بلد تشير التقديرات إلى أن نحو نصف عدد سكانه تحت سن الخامسة والعشرين عاما وتعد الألعاب الإلكترونية جزءا أساسيا من الترفيه بالنسبة إليهم اليوم تكنولوجيا عم نحكي قيمتها أكثر من 220 مليار دولار إيرادات عالمية بحوالي 8 مليار دولار إيرادات في الوطن العربي فكان التطلع من 2011 أنه شبابنا يكونوا جزء من هذه الصناعة ويوجد في الأردن أكثر من 12 شركة ناشرة ومطورة للألعاب أبرزها ميس الورد وطماطم وبابل ومعظمها يتعامل مع كبريات الشركات العالمية في صناعة الألعاب وهي أنتجت وطورت ألاف الألعاب ترجمة نانسي قنقر